تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 886 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلائية على السلع المدعومة تم ضبط 106 أطن وفي مجال حجب أرز أشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية فتم ضبط 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 905 قضايا من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و223 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر